برئاسة سعالة خول عبد الرحمن الملّى رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عقد المجلس الصباح اليوم جسده الثالثة لدور الإنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع في دور الإنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثالثة المشروع المقدم من اللجنة المشكلة للرد على خطاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بمحمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الجلسة الأولى بشأن دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة نشكر السمو أولاً لحضوره وتشريف لنا في التحقيقات الدور التشريعي هذا والحمد لله تم رد جميع الأعضاء على رد خطابه كل خطاب مقابل خطابه ونشكر السمو على حضوره الدائم وتشريف للمجلس وإن شاء الله نحن نكون عوناً لسمو الحاكم وهذا ما اطرق له في رد الخطاب ونحن إن شاء الله كبرلمانيين ونوعد أهالي إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التشريعات والسياسات الدوائر بما مقتضى المصلحة العامة وتوجيهات سمو الحاكم وبعد مناقشة مستفضة من قبل الأعضاء صادق المجلس على خطاب الرد والذي تضمن في محتواه أهمية مواصلة الجهود للاهتمام بالأسر والمجتمع وسعيه لمواصلة دوره في تلمس احتياجات المواطنين كانت جملة من التوصيات نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عون وخير لدائرة البلديات وزراعة الحقيقة أن هناك الأخوة العضاء جابوا توصيات جديدة إن شاء الله تكون ذات فايدة وعرجوا على مجمل الأشياء التي تمثل اختصاصات الدائرة من أهم التوصيات التي ناقشنا فيها توصية ظاهرة سقوط الأطفال من الشرفات المباني وكان هناك فيها دعم كبير لأن تكون هناك آلية معينة في ارتفاع هذه الشرفات بعد ذلك ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة شؤون البلديات والتي تطرقت لمختلف الاختصاصات وشملت ما يتطلع له المجلس من خدمات في بلديات إمارة الشارقة التسع تقديم أفضل الخدمات البلدية وتنمية الثروتين الزراعية والحيوانية يشكل عصب التوصيات التي رفعها المجلس فضلاً عما تناول خطاب الرد من بيان لما يوليه حاكم الشارقة من أهمية كبيرة للمواطنين والمقيمين ورؤية سموه السديدة بانتخاب أعضاء المجالس البلدية ومجالس الضواحي انتخاباً كاملاً لأخبار الدار وليد الأصبحي من المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة